أغلب المحلات وأغلب جولتنا اللي نكون بيها بكل أسواق العاصمة بغداد وكل المناطق يشكونوا من الارتفاع الأسعار؟ يعني بدأت الناس متل سوق و متل تجي للسوق إلا بيقلع بسبب ارتفاع الدولار شون داد دبرون حركتكم؟ يعني شون إيجاراتكم، محلاتكم، عمالكم؟ شلون داد دبروات يظل ارتفاع هذه الأسعار؟ إحنا يعني اللي سوينا إحنا أغلب المحلات ما نزيدنا سعار البضائر من زاد الدولار بقينا أسعار البضائر نفس ما هي بس اللي تذيني أهنا للمحلات غالبية المحلات داعشي لك لأن بالبداية جربنا قلنا خلينا نزيد أسعار البضائر من زيدناها صار الإقبال على البضائر كلش قليل قمنا ونبيع فالخسارة احنا تحملناها للمحلات يعني شون نقول الله تساتر بعدها ما نعرف باش رعا قويش يصير بينا جين إذا بقى الدولار مرتفع شون اللي خطوة اللي راح تتخذوها تبقى نفس الأسعار وتتحمل الخسارة لو شون راح تسوي احنا شون نوصل مرحلة معين حد معين إذا ما نزل الدولار راح نضرب ننصعد الأسعار البضائر نعم بس يحنا هلأكيد عندك التاب ومحل عندك زباين من تفاجأوا بالأسعار مرتبعة شونه كان رد فعلهم ما حد يشتري ما حد يشتري ما حد يشتري يقول لك هان البضائر غالي أنا مشتريها مثلا هل قد منك على أساس التزايد يا بالدولار قل لك هان شعلي بالدولار يعني المواطن ما يعترف بالدولار اللي ما كلها أو المحل والتاجر هي سلسلة بس المواطن دي يتحرب من هذا الشي لحد نحن للمحلات نحن أكثر شي شون نقول الغالبية اللي تأذى ومهل المحلات نعم يعني بعض هل المحلات ذكروا بأنه البضاعة هي منصين أصلها صعدت يعني منصين هي تجي غالية صعدت يحملها التاجر هنا أنا وحضرتك يعني وأنت وغير المحلات يحملوها والمواطني بدي يشتك من هذه الأسعار لا لا مو يتش الحج صح هي صعدت منصين وصعدت التاجر الطريب أنه يصعد يعني إذا التاجر يصعد ومنصين صعدت نحن مو دم بيع بخسارة وإنما شون نقول ربا حموز الريد نجيبها سد بسد يعني شون نقول لك هسه البيزود خليه يحافظ على نفسه بالسوق يحافظ على رأس ماله ما رد نطور ما رد نصعد بس الريد نحافظ على ما نريد نبقى بالسوق بس هذا اللي نريده نعم أسه هذ القطع اللي عندك الكله هنا بقت على سعرها ما أصعدت أبد ما أصعدت والله زين زين سوق حي الجهد حشين أنتو المحلات هنا نتشتقون من شي عندكم فتش يعني له يعني ماشي الأمور من أي ناحية يعني ماشي الأمور بس رب العالمين يماشي الحمد لله الحمد لله وشكر زين واقع الكهرباء تعبان كلش تعبان روح أقرأ لهس المنظمة الفولتية شيقرة هذا عدي جهازين هنا نروح أقرأ يقرأ لك 150 زين انطرين نشد أجهزة والرافع فولتية زين أنت تسحم مثلين خمس أمبيرات هذا الرافع الفولتية همراضي يستهلك طاقة حتى يرفع القدرة يعني تصفالك فد أمبيرو ينوص فلازم يشتفال عشر أمبيرات حتى تجيك فست أمبيرات وهكذا هذا كل هذا مصاريف إضافية ومحروقات بسبب من؟ بسبب أنه الدولية ما موفرة لك كهرباء بصورة زين نعم ارتفاع درجات الحرارة أثر على حركة بالسوق؟ يعني بدأت الناس تطلع أقل أكيد أكيد يعني قامت العالم تيجي ورى الغروب زين وتيجي الدوريات على الشارع العام قام بسد المحلات وبصافرات الانذار موالتها يعني بالتسعى يبدأ هنا قواتنا يتعزز اي 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 وهنا يبدأ الشغل قام مثلا من السبعة نعم زين يا دو بتلاحك انت هالسا حتين تبع لك الشم شاء الله لأن هالسا شوفت على حالس إحنا دخلنا أحد يشتري محد يجي بسبب الحرب شكرا جزيلا